أهلاً أهلاً يا رحيهم السلام عليكم فلوك جديد ويوم جديد قصة لطيفة لذيذة للأطفال تلقيها على مسامكم الطفل البطل المبدع سلمان استمعوا إلى قصته إذا أردت تساعد وش تسوي ترميشك طريق الرسل صغوا عليه وسألنا عند نزلت آية على القرآن إلى يوم الدين على الرسل فأنظر عشراتك الأقربين فصعدوا الصفق وصبحا وصبحا قالوا من هذا الكلام قالوا محمد فتجمعوا قال يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبلم طلب يا بني عبلم طلب فتجوا كلهم قال لو رايتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرجوا بسيط هذا الجبل هل كنتم مصدقي لا قالوا لم يتعرب عليك كاذبا إيلا هو الصادق الأمين صح إيه بعدين قال إني نذير لقف بين يدي عذاب شديد قام بلا قال تبهن لك ما جمعتنا إلا لهذا نزلت الآية على القرآن إلى يوم الدين تبت يد أبي لهب والتب ما أغنى عنه ما له وما كسب فيصل نارا لا تذهب ومرأة حماية الحطب في جيدها حبل من مثل أحسن هذه كانت عقوبة أبي لهب وزوجته أم جميل ذكروا في القرآن سيذكرون في القرآن إلى يوم الدين إلى أن تقوم الساعة لأنهم كذبوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا له تبهن لك أليهذا جمعتنا وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولكنهم لا يريدون أن يؤمنون بالوحي ولا بالقرآن فلذلك عقبهم الله بالعذاب في الدنيا وبجهنم في الآخرة من منكم استفاد من القصة أيضا فليكتب لنا في التعليقات وماذا استفدتم من القصة بوجه نظركم هل من سب النبي صلى الله عليه وسلم كمن سب غيره أكيد لا النبي صلى الله عليه وسلم له منزل ومكان عالي ورفيع جدا والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى أخبرنا الله تعالى عنه أنه لا يكذب أبدا وأيضا حتى الناس في زمانه قالوا عنه أنه صادق الأمين ليش؟ لأنه ما كان يكذب أبدا لو إيش ما يصير وأيضا كان أمين كان أمين مع الناس ما يأخذ حق أحد حتى لو الناس ما كانوا يدرون كانت خديجة رضي الله عنها قبل بعثنت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه فلوسة وتجارة للنبي عشان يتاجر فيها وبعدين يرجع لفلوسه ويعطيه راتب بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ منها الفلوس ولا شي كان يأخذ بس راتبه اللي يعطيه خديجة بس إنه ما كان يأخذ شي مبله ولا يقول خلاص أنا اشتغلت فأنا رح أقسم وأأخذ حقه من أولا ينتظر لأنه يجي حقه من أصحابه ما يقول أنا اللي اشتغلت أنا اللي وديت فلذلك احنا أيضا لازم نتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وننتظر حتى نأخذ حقوقنا حتى لو في أحد أخذ حقنا أخذ شي نروح نتجه للجهات المختصة ونأخذ حقوقنا ولازم نكون صادقين مع الناس ونكون أمينين ما نأخذ شي مبلنا وكل الصفات الكويسة لازم نصدر فينا ولازم نكون صادقين مع كل الناس وبذلك انتهت قصتنا إن شاء الله أنها يجبتكم وإن شاء الله أنكم استفدتوا منها ولازم تستفيدون منها في حياتكم اليومية يعني مثلا إذا أكلتش بطاطس ولا حلاو موجود في الدولاب وبعدين جات أختي كل أخوك ولا أمي كل أي أحد جاء سأل قال وين حلاوة اللي حطيتها هنا لازم نعترف نقول إحنا اللي أكلناها نعتذر وإن شاء الله بإذن الله المرة الجاء نستأذن قبل ما نأخذ وأيضا لو إحنا رحنا لمدرسة وكان عندنا اختبارات وما جبنا درجة زينا إذا مثلا سألني أمي ولا أبوي إذا سألني كم أخذته نقول إحنا ما أخذنا صح درجة عالية بس بإذن الله المرة الجاية بذاكر وبأخذ درجة عالية وأيضا ما نكذب على المعلمة ما نكذب على المعلم ما نكذب على زملائنا ونكون صادقين معهم ونكون أمينين ما نأخذ شي حتى لو بالمدرسة أشياء طايحة في الساعة ولا بالفصل حتى لو ما كنا نعرف حقة مين أو هذي مين ما نأخذ شي مبنى نسأل كل اللي في الفصل نسألهم لو في قلم طايح لو في دفتر طايح نسألهم هذا حق مين لو ما عرفنا نعطيها للمعلمة والمعلمة هي تتصرف وتوديه للمرشدة أو لأي مكان عشان لو تذكر الزملاء من اللي حطه إن شاء الله بيأخذه أما أني أنا ما أخذ شي مبلي وأيضا أكون صادقا لو أنا مثلا كسرت شي ومثلا ضربت أحد بالغلط نعترف ونعتذر هذا والله أعلم إن شاء الله أشوفكم بالفلوك الجاية لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وانشر القصة لكل أخوانكم وأصدقائكم عشان نستفيدون معنا إن شاء الله نشوفكم في قصة جاية في أمان الله